استمع للآخرين بقصد الفهم وليس نية الإجابة فأفضل طريقة لفهم الآخرين هي أن ننصط إليهم سلام عليكم منذ عقود مضت في إحدى ليالي الخريف الباردة وأثناء إبحار إحدى السفن الحربية الأمريكية العملاقة بسرعة كبيرة بالقرب من السواحل الكندية أظهر جهاز الرادار جسما هائلا في طريقه إلى الإصطدام بالسفينة هرع القبطان إلى جهاز لاسلكي وخاطب الجهة الأخرى قائلا هنا قبطان السفينة الحربية الأمريكية مطلوب تغيير الاتجاه بمقدار 20 درجة إلى الجنوب لتفادي الإصطدام أكرر تغيير الاتجاه بمقدار 20 درجة للجنوب لتفادي الإصطدام حول ردت الجهة الأخرى علم هنا السلطات الكندية الطلب غير كافي ننصحك بتغيير الاتجاه بمقدار 180 درجة حول قال القبطان ماذا تعني؟ أنا أطلب منكم تغيير الاتجاه بمقدار 20 درجة فقط نحو الجنوب وذلك لكي نتفادي الإصطدام أما عن سفينتنا فليس ذلك من شأنك ولكننا سنغير اتجاهنا بمقدار 20 درجة ولكن نحو الشمال لتفادي الإصطدام أيضا حول فقالت الجهة الأخرى هذا غير كافي ننصحك بتغيير اتجاهكم بمقدار 180 أو 130 درجة حول قال القبطان لماذا تجادل وتصر على إصدار الأوامر دون أن تقوم أنت بدفادي الإصطدام بالمقدار نفسه نحن سفينة حربية أمريكية ثمن أنتم على أي حال فقالت الجهة الأخرى نحن حق البترول عائم ولنستطيع الحركة انتبه لكن الوقت كان قد استنفذ في هذا الحوار اللاسلكي الغير مثمر وصدمت السفينة بالحقل البترول يجب أن لا نفترض أن الجهة الأخرى لها مثل مواصفاتنا فليس الهدف الوحيد للاتصال أن تبعث برسائلك للآخرين بل يجب أن تفهم الطرف الآخر ثم أن تستقبل رسالته ثم أن تجعل نفسك مفهوما وأن تبعث برسالتك إليه استمع للآخرين بقصد الفهم وليس نية الإجابة فأفضل طريقة لفهم الآخرين هي في الإنصاط إليهم يومكم سعيد ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة